السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عزيزا مشاهدين إنما كنتم ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصدع للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وطبعا عزيزا مشاهدين قبل بداية تفاصيل هذا الفيديو أتمنى منكم فضلا وليس أمرا تقطع نزل اللايك تشجيع علينا إلى شهر المزيد من الفيديوهات المستقبلة طبعا موضوعنا اليوم هو سنتكلم فيه عن بيبو غوارديولا أو العنصوري أو الأصلع أو الفرطاس كما نقوله عزيزا مشاهدين يتجه مجددا لحرمان النجم الدولي جزائر رياض محرز من الأرقاب الفردية وطبعا زيزا مشاهدين سنتطرق إلهها نقطة بنقطة طبعا اليوم وفي هذا المشوار وطبعا السباق نحو أفضل لاعب في إفريقيا سيكون بين التلافي الناري كل من محمد صلاح نجم مصر وسديو ماني نجم السينيغال وأيضا النجم الدولي جزائر رياض محرز نجم الجزائر بالرغم أن ماني طبعا زيزا مشاهدين الكل معروف في أن ماني ومحرز مرشحان فوق العادة هذا المسلم ولكن يبدو عزيزا مشاهدين للأسف الغريب والعجيب عزيزا مشاهدين يبدو أن بيب بواردولا سيحرم رياض محرز من فرصته الكاملة من أجل التتويج بزيزات أفضل لاعب في إفريقيا التهميش الذي يتعرض له النجم الدولي رياض محرز في نادي مانشستر سيدي سيمنعه بالتتويج بهذا اللقب الفردي لا أتكلم عن الجماعي بل أتكلم عن اللقاب الفردية والشيء الراجع والوحيد والأوحد هو فلسفة بيب بواردولا المزعجة التي أصبحت تطبق فقط على رياض محرز وطبعا زيزا مشاهدين في المدرب الإسباني وفلسفته غريبة في التدريب وبنظام المدورة التي دائما تجلس رياض محرز في الدكة يجعل منافسة محرز لماني أمر صعب للغاية وهذا ما رأيناه وهذا ما سنراه ونتمنى ما نشوفوش عزيزا مشاهدين وطبعا من المعروف أن رياض محرز أنه كل من يشارك بصفة في المباراية بصفة أساسية ومتتالية يعني مستواه يبقى في تصارد مستمر وهذا دائما ما أكرره في جميع الفيديوهات وهذا ما حدث في كأس أمم أفريقيا الأخيرة والتي قدم مستوى خارق للعادة قدم مستوى كبير قدر ما قدم مستوى كبير كان يقول للصحافة الجزائرية أنه كان بإمكاني أعطاء المزيد كان بإمكاني أعطاء المزيد ولكن أهدرنا بعض القرص يعني رياض محرز من دينات الكبار وما نحتاجه في فقورد ولا أي لاعب آخر ولا أي مدرب آخر مثل فرانك لومبارت ما يقول لنا بإمكاني رياض محرز لعب كبير يعني رياض محرز من أفضل لأن ما أنجبت الكرة الجزائرية يعني هذا شيء مفلوغ منه ويعني ليس فقط هو بل هناك العديد من اللاعبين ولكن أفضلهم هو النجم الدولي رياض محرز ورياض محرز ما يحتاج إشادة كبيرة ما يحتاج إشادة مني ولا منكم أنتم عزيزان وشاهدين رياض محرز يبقى من دينات الكبار من اللاعبين أفضل لاعبين في الدور الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعبين في العالم هذا الجزائري الذي فرض نفسه في جميع المباراة ومن يقول أعزائي المشاهدين وأود أنه وجه رسالة إليكم يا أعزائي المشاهدين ونالك البعض يقول أن رياض محرز شخصية ضعيفة يعني كيفاش تخيله بل رياض محرز شخصية ضعيفة لو كان شخصية ضعيفة ما يساهمش في كان 2019 وكان شخصية ضعيفة يقول لجمال بالماضي أنا نخاف ما نلعبش في كان 2019 نخاف جمهر أطاكيني نخاف ما نقدمش مستوى الكبير مثل ما أقدموا في نادي موشيستر سيتين لا لا أعزائي المشاهدين لا أنا لا أتوافق معكم في هذه النقطة ضعيف الشخصية هو بيب جواردولا الذين يتحكمون فيه لاعبين يعني كشفوه ما يمرروش لرياض محرز قرر إبعاد رياض محرز من المجموعة ويعني إشراك المجموعة يعني شكون هو الآن أيضا مشاهدين يعني الضعيفة الشخصية الضعيفة الشخصية زي المشاهدين مليون بمئة ستكتبونه في التعليقات رغما عنكم أنه بيب جواردولا هو الذي ضعيف شخصية ورياض محرز هو الذي يعني شخصيته كبيرة وطبعا أعتقد أن الجميع متفق في هذه النقطة طبعا أيضا مشاهدين كان هذا الفيديو اليوم ما رأيكم حول هذا الفيديو واكتبوا لي من هو يعني الرجل الحقيقي الذي ضعيف الشخصية في التعليقات طبعا إجراء مشاهدين كان هذا الفيديو اليوم لا تنسوا دعمنا بلايك اشترك في القناة تفعيل زر التنبيهات وللن تلتقي في فيديوهات الجديدة إن شاء الله طبعا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله